مكرون ومن باريس يدعو إلى الإسراع بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا ويؤكد دعم فرنسا للسلطات الليبية الموحدة في المرحلة الانتقالية التي ستعبد الطريق أمام عودة الاستقرار إلى البلاد الرئيس الفرنسي تعهد بدعم الجهود السياسية الليبية لافتا إلى أن الليبيين لهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة والاستفادة من ثرواتهم ويشدد في الوقت نفسه على أن ليبيا لن تتمتع بالاستقرار ما لم يتم استئصال الجماعات الإرهابية وتوحيد قواها العسكرية وتحولها إلى جيش مهني يكون في خدمة الديمقراطية فباريس التي سبق لها أن قدمت دعما عسكريا وديبلوماسيا لحفتر وشارك جنودها في عملياته العسكرية ولعل ما أثبتته التقارير الأممية من دعم فرنسا لحفتر بصواريخ جافلين إبان عدوان حفتر على العاصمة طرابلس من الشواهد التي تدلل على انحياز الإليزي في القضية الليبية ها هي اليوم تقول إنها ستدعم وقف إطلاق النار والوصول إلى الانتخابات وخروج القوات الأجنبية من ليبيا بأسرع ما يمكن من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد لمنفي اتفاقهم مع ماكرون على إعادة فتح السفارة الفرنسية لدى ليبيا يوم الاثنين القادم قائلا إنهم اتفقوا أيضا مع الرئيس الفرنسي على دعم الاستقرار في ليبيا لضمان الوصول إلى الانتخابات نهاية العام الحالي بينما أشار النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني إلى أن زيارتهم لباريس بحثت ملف حدود ليبيا البرية لمراقبة تتفقات الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب ومع هذه التطورات تجد فرنسا نفسها اليوم أمام واقع جديد بعد انكسار حليفها السابق حفتر ودخول موسكو على خط المتوسط فهل ستنعكس دعاوى باريس الرامية إلى وقف الحرب وإرساء الديمقراطية ورفض الحرب وعسكرة الدولة واقعا؟ أم أن اللغة الدبلوماسية النعمة ستظل في سياقها النظرية لا أكثر؟ سؤال ستتحدد معالم إجابته في قادم الأيام اشتركوا في القناة